اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي سريعا جدا خاض فريق النادي الأهلي المرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات القرية والمحلية وشارك اليوم في المران 11 من اللاعبين قطاع الناشئين وذلك لتعويض النقس العددي بسبب اندمام أكثر من لعب من القوام الأساسي للمنتخب الوطني وعقد مرسل كولر الموديل الفني للنادي الأهلي محاضرة مع جميع اللاعبين داخل ملعب مختار التتش للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اجتملت على تأسيمه بمشاركة الحراس وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارئ حسن تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ومن جهة أخرى عقد مرسل كورر الموديل الفني للنادي الأهلي جلسة مع كابتا خالد بيبو مدير الكورر على هامش ميران الفريق الذي اقيم صباح اليوم وذلك ضمن الجلسات التنسيقية المتواصلة ما بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ندي الأهلي شارك بمشاركة 11 من لعبي قطاع الناشئين وزي ما حضراتكم عارفين في مثل هذه الأوقات بيكون عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين سواء مع المنتخب الأول أو مع بقية المنتخبات موجودين مع المنتخبات الوطنية المختلفة وبالتالي انت عندك مجموعة رائعة من الناشئين بتحاول تضمهم للفريق الأول أو مش بتحاول من المفترض أن انت تضمهم للفريق الأول عشان يتم الاختيار منهم بعد كده خلال الفترة القادمة وبالتالي 11 من لعبي قطاع الناشئين متواجدين في تمرين النادي الأهلي أيضا على الجانب العلاجي أحمد عبدالقادر وردى سليم بيواصلوا تنفيذ البرنامج الخاص تحت إشراف جهاز الطبي بالنادي الأهلي وده اللي كان على هامش مران الفريق اليوم قال الدكتور أحمد جبالله رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي إن حالة ريدا سليم لعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير وأنه يواصل برنامجه التأهلي بشكل منتظم للتجهيز للعودة خلال الفترة القادمة وقال إن ريدا سليم هيجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على آخر التطورات والتعرف على نسبة شفاءه من الإصابة بعد إجراءه وجراحه في الترقو وزيما حضرتكم عارفين ريدا سليم كان أبعد عن المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية أكد أيضا دكتور أحمد جبالله أن هناك تنسيق وتشاور دائم مع الجهاز الفني فيما يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق واطلاع الجهاز الفني على كل المستجدات الخاصة بكل الحالات الطبية وزيما قلت لحضراتكم ريدا سليم وإحمد عبدالقادر بيوصلوا تأهلهم أو برنامجهم التأهلي اللي كان بيجتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إذن هي دي أخبارنا النهاردة فيما يخص النادي الأهلي الحقيقة لأنها كلها أخبار زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي خلال هذه الفترة عندنا عدد كبير من اللاعبين موجودين مع المنتخب وبالتالي أو مع المنتخبات المختلفة وبالتالي يعني التمرين الحمد لله الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا والفترة القادمة إن شاء الله هل من الممكن أن نرى معسكر خارجي ولا لأ ده اللي حتشوفه إن شاء الله فور إعلاني النادي الأهلي عن خطة الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا في البيت الكبير كابتن محمد حشيش أستاذ عصام شلتوت أستاذ أيمن جلبرتو أستاذ صبر السراج حيكونوا فضيوفنا بعد هذا الفاصل